أظهرت أحدث بيانات لخدمة رويترز لرصد السفن اليوم أن ناقلة النفطي نيبرلاند المستأجرة من قبل شركة فينول رصيدت من جديد قبالة السواحل مالطة بعدما اختفت من على أجهزة الرادار بالقرب من كندا في الثلاثين من حزيران الماضي وكانت الناقلة التي جرى تحميلها بالنفط من ميناء جيهان التركي متجهة إلى كندا تفريغها عندما أصدرت الحكومة الاتحادية أو المحكمة الاتحادية الكندية أمرا بالتحافظ عليها بناء على طلب من وزارة النفط العراقية للمطالبة بمبلغ قدره اثنين وثلاثين مليون دولار إثر إعلانها أن الشحنة النفطية تم تصديرها من إقليم كردوسان بطريقة غير مشروعة